بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى قياده وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعونا وزدنا عنا العليم اللهم وفقنا العمل بما علمتنا يا رب العالمين اللهم افتح بخير واختم بخير وشلع عاقبة أمورنا لكل خير اللهم بارك في علمائنا ومشايخنا وكل من عالمنا خيرا اللهم اجزي من أفضل ما تجزي من عبادك الصالحين واحشرنا وإيهم في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيقا يا رب العالمين اللهم نصر أخوانا المجاهدين الفلسطين اللهم ثبت أقداما ونصروا مع القوم الكافرين اللهم اجعلنا سببا في نصرتهم وتأييدهم يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقوا قولي نواصل مع الدكسة الثالث في دورة العقيدة من كتاب الرسالة للعلامة الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفع نبيه وبشيوخنا في الدارين آمين وصلنا إلى قول المصنف الباعث على تأليف الرسالة أما بعد أعانا لله وإياك على رعاية ودائعه الوديعة هي الأمانة والأمانة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا إن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوم جهولا وهي أمانة الدين فهنا رعاية ودائعه أي أعانا الله على رعاية الدين الإسلامي على تعاليم الدين التي أودع الله إيانا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعانا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة إنك سألتني ما الذي سأله هو الإمام محرز بن خلف رضي الله عنه وبينا القصة هذه الحصة الفارطة والإمام محرز بن خلف هو كان وقت خليفة وهو مسؤول على البلاد التونسية أو منطقة إفريقية بصفة خاصة فطلب من الإمام عبد الله بن زيد الخيرواني أن يؤلفه الرسالة للأطفال كان سيد محرز بن خلف يدرس قرآن الأطفال فقالوا أعطيني كتاب أو ألف لي رسالة أدرس منها الأحكام الفقهية للأطفال زيادة على القرآن الذي يحفظونه يأخذون الأحكام وهذا بطبيعة التوجه الصحيح مع الأطفال في تعلم أمر دينهم يحفظون القرآن ومعه العلم الشرعية هذا السبيل الوحيد لإخراج مجموعة من الرجال يعول عليهم قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسلة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح معنا مما هو قول وفعل واعتقاد لو يجمع كل تعاليم الدين تنطق به الألسلة وتعمله الجوارح هذا كل ما يتعلق ما يسميناه ركن الإسلام الأفعاء تعتقده القلوب هذا العقاة ويشمل أيضا ما يتعلق بالقلب هناك العقيدة وهناك التسكية والتسكية تدخل أيضا تحت فعل الجوارح لكن الجوارح جارحة القلب يمكن إدراجها تحت عمل الجوارح لكن العمل القلبي يعني الاعتقاد هو العقيدة والجوارح هو يتعلق بالعبادات المعروفة الصلاة زكاة صوم حج معاملات إلى آخرين ويدخل فيها أيضا عمل القلب اللي هو التسكية والتسوط قال وما يتصن بالواجب من ذلك أي من عمل الجوارح من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها قال ودعتني تفصيل حول الأحكام الشرعية بأفرائضها وسننها ونوافلها ومعروف علماء في الفقه يفصلوا في كل باب مثلا الصلاة يعطيك فراغ الصلاة سنن الصلاة نوافل الصلاة معناها مستحباتها إلى آخرين وشيء من الآداب منها آداب معناها غير العلم طلب منه أن يذكر له شيء من الآداب آداب هو تدخل حتى التسكية وجمل من أصول الفقه وفنوني على مذهب الإمام مالك بن أنسر رحمه الله تعالى أصول الفقه هو العلم الذي يدلنا على كيفية استنباط الأحكام التي قام بها العلماء هذا علم يبين لنا كيف العلماء مثلا أخذوا من قوله تعالى وأقيم الصلاة أن الصلاة فرض هذا العلم يسمى أصول الفقه هنا بطبيعة ذكر نبذة صغيرة أنه الغائم الكتاب هو الأحكام الفقهية بصفة خاصة لكن قال ذكرت بعض أمور تتعلق بأصول الفقه لزيادة توضيح لبعض المسائل قال وجمل من أصول الفقه وفنوني على مذهب الإمام مالك بن أنسر رحمه الله تعالى وبطبيعة الإمام محرز بن الخلف والإمام ابن أبي زيد القيرواني هما من بلاد تونس بلاد إفريقيا وإفريقيا معروفة تبنت المذهب المالكي منذ عهد الإمام مالك وتلميذ الأول للإمام مالك جاءوا إلى تونس ويقولوا أن أسد بن فراته أول من أدخل المذهب المالكي إلى تونس قال على مذهب إمام مالك بن أنسر رحمه الله تعالى وطريقته مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين قال أنا ذكرت مسائل فقهية وبينت فسرت بعض أمور بالاعتماد على الفقهاء والراسخين في العلم معا ليس كل من عندي يريد أن يقول يعني العلم الذي أخذنا مثلا أخذته عن شيوخي ليس أنا أستنبطته وأخذته عن شيوخي تعلمته من شيوخي فأنا لما أتكلم أن أقول ما أخذته عن شيوخي يمكن أن أضيب بعض إضافات في بعض مسائل بما يسر الله ولكن الغالب من كلام العلماء فهنا قال أبين بعض أمور التي قد تشكل على الطفل لأنه هو هذا قلنا جعانا هذه لسالة للأطفل فبينت قال بعض المسائل باعتماد على قوال العلماء يعني لا يرى لي نفسه فضل الإمام ابن زيد القيروين قال لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن قال أنت طلبت مني كما تعلمهم حروف القرآن ترد تعلمهم الأحكم الفقهية يحفظون ويفهمونها مثل ما يحفظون القرآن ويفهمونه قال ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعي ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته جعلت لك هذه الأمور حتى يحصلوا بركة العلم وإذا حصلوا العلم بطبيعة تكون معه بركة القرآن كاملة وتحمد لهم عاقبته أي تكون عاقبتهم طيبا لأنوا التزموا بأمر دينهم تعلموا أمور دينهم ما هو الحلال ما هو الحرام وقاموا بما يجب أن يقوموا به تجاه تعليم الدين أوامر الله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فأجبتك إلى ذلك لما رجوت لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه قال استجبت لأمرك ولطلبك لأني أريد أن يكون لي ثواب الدعوة إلى الله وتعليم الناس العلم ويكون لك قص في ذلك لأنك أنت ستتبنى هذا التعليم وستأخذت الرسالة تعلمها للأطفال وإذا علم الأطفال هو يعلم المجتمع كاملا الأطفال سيكبرون ويصبحونهم عمدة المجتمع وعلم أن خير القلوب أوعاها للخير أوعاها أي أكثر واستقبال الخير أكثر واتساعا للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه معناها القلب السليم الذي لا يسبق إليه الشر يبتعد عن المعاصي بأنواعها وأول ما عني به الناصحون ورغب في أجر الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها في القلوب وتنبيهم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها يراضون من الرياضة يتدربوا عليها فقال أفضل عمل يقوم به المسلم الناصح هو تعليم الأطفال أمر دينيهم لأن تعليم الأطفال أطفال سيصبحون كبار وخوان أولاد أو بنات وسيكونون المجتمع الإسلامي فيكونون المجتمع متعلم لأنهم بأنفسهم سيعلمون أطفالهم أيضا وتكون مجتمع مثقف متعلم ليس كعصر الحديث 90% من المجتمع جهل جهل مركب معلنا جهل مطبق وغالب وجهل مركب لو كان الجهل بسيط يكون فيه حل جهل مركب مع الإنسان إنه جاهل يجهل أنه جاهل يعتقد أنه عالم هذا الجهل مركب وهذا أشر أنواع الجهل إنسان يبدأ جاهد يقول ما يعرفش يتعلم بسهولة اللي يقول نعرفه ما يعرفش هذا يتعلم بصعوبة كبيرة لابد أن تخرج من عقله أنه يعلم الأشياء يعتقد أنه يعلم خرجه الساعة أنه الاعتقاد الخاطئ أنه يعلم ومن بعد ذلك تعطيه العلم فعندك مرحلة دين مع الجهل مركب مع الجهل بسيط مرحلة واحدة تعطيه المعلومات يخذه قال وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم معنى العقيدة لابد منه هنا ولذلك هو الرسالة في الأصل قالوا اجعلي رسالة فما يتعلق بأمون فق صفة عام أحكي والإمام ابن مبزيد القيرواني أدخل فيها مقدمة في العقيدة للدلالة على أن هذا الفقه لا يساوي شيء بدون عقيدة بدون عقيدة سليمة ولذلك أكدنا على مساء العقيدة وقال ذكرت لك مختصرا في العقاد وزاد عاود هنا قال وما عليهم أن تعتقدهم من الدين قلوبهم أعطيتهم بعض مساء الاعتقادية وأساسيات العقيدة حتى تترسخ فيهم وتعمل به جوارحهم الأعمال معنى هذه الأحكام الفقهية فإنه روية أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغار كالنقش في الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به فقال هذه الأمور جعلتها لأن الأطفال مستعدين أكثر من غيرهم لتقبل العلم والحفظ وكذلك هذا العلم يكون شرف لهم هنا هذا القول الأول أن تعليم الصغار لكتاب لا يطفئ غضب الله هذا قول بعض السلف راجح أنه ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قال روية ولما قال روية انتهى الإشكال روية يحتمل روية عن نبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل روية عن أحد التابعين فليس هناك إشكال في إيرادي هذا الكلام وكذلك تعليم الشيء في الصغار كالنقش في الحجر يسى حديث نبوي هذا كلام أحد الصالحين أحد السلف قال وقد مثلت لك من ذلك ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه أي كلهم شرف ذلك العلم ويساعدون باعتقاده والعمل به وفعلا سعادة المسلم وبأقامة الدين ليس ببناء عمارة بعشر طوابق ولا يكون عنده ثلاثة سيارات ولا أربعة ولا يكون عنده شركات كبيرة تدخلوا في أموال طائلة هذا كل يسوي شيء بدون دين فالسعاده بالدين بأقامة الدين لذلك جعل لهم هذه الرسالة فيها ما يسعدون به دنيا وآخرة وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا على العشر ويفرق بينهم في المضاجع هذا من الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أمر الأطفال بالصلاة لما يصلون سبع سنين أولاد وابنات ويضربوا عليها لعشر يصلوا عشر سنوات يصبح إذا لا يصل لي وعاق العقاب أنواع واشكال عندك أنواع عقابة التي تردع إذا تجاوز الصبية عشر سنوات أو الصبية يوعى قبل ترك الصلاة هذا حكم شرعي ليس اختياري ليس وقت نحب نعمل أو لا نعمل هذا واجب شرعي معناه الوالد والوالد ما يعملوش هذا الأمر عندهم إثم إلى أن يبلغ ما هو مش قاعدين ينصحوا فيه بشي صلي هو تارك الصلاة من عشر سنين إلى أن يبلغ مصرشن سنة 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 14 سنة وقت اللي يبلغ ما يأمروش بالصلاة عندهم إثم في ذلك يفرق بينهم في المضاجع عندما يسن التمييز معاش يرقد الولاد مع البناية في نفس الفرش هذا شيء معنا التفريق بينهم في المضاجع وصلوا سن التمييز ست سنوات يفصل الأولاد على البنات حتى قبل خمس سنوات يفصلون عن بعضهم كل واحد يرقت في مكان فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العبادي من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم فشنية الغاية نعلم في الأطفال حتى وقت اللي يوصل البلوغ يلقى نفسه جاهز عنده العلم عنده كل شيء وسكلت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم والذي يقول أن الأطفال لا يفهمون هو الغير الذي لا يفهم قال يقول الأطفال لا يفهمون الذي يقول هذا كلام هو الذي لا يفهم ومعلوم واضح وصريح أن الطفل إذا علمته ولو أمور صعبة ولو أمور لا يفهمها بصفة كاملة لما يكبر يفهم كل شيء حتى بعض الأشياء التي لم يفهمه صغير مجرد أن يبلغ وتعيد على سمعه يفهمه مباشرة مباشرة 10 فسر 50 مرة والذي لم يدرس أقنع كرر وعود كرر وعود وشوف يفهم وشوف لا هذا معلوم ومعروف ومفروغ منه بالتجربة الواضحة وصريحة ولا يمكنه إنسان معناها يعيش في المستمع الإسلامي فلذلك أطفالنا يجب تعليق منذ الصغر نعلم من الفقه والعقيدة والتسكي منذ الصغر ليس ميزال صغير ميزال صغير حتى يكبر حتى يكبر يطلع مجرد حتى يطلع مجرد يطلع مجرد يطلع تارك صالات يطلع ميزال يسمع حاجة والميزال يفهم حاجة والمجتمع التونسي حسب بعض الإحصائيات ما بين 70-80% تاركين صالات من المسلمين بالغي هذا شيء يعمل العار هذا شيء يعمل العار في بلاد مسلمة هذا كل سببه الوالدين سببه الوالدين لا الحاكم ولا المحكوم أنا لا أحمل الحاكم أي مسؤولية بسيطة مسؤولية بسيطة إذا كان هناك تضييف أو شيء هذا يتحمل مسؤوليته أما الكل الصبي يطلع محافظة صلاة أو لا الوالدين نقطة لا تقل لي الشارع ولا تقل لي المدرسة ولا تقل لي أي شيء الوالدان ومعلوم الوالدين يطلع محافظة صلاة مستقيم والذي يتركونه هكذا يطلع تارك صلاة يطلع شارب خمر يطلع الله أعلم معروف والحديث واضح يولدو الإنسان وعلى الفطرة وأبواه يهويداني أو يمجساني أو ينصراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام واضح هذا ليس معنى الشرط معنى يهويداني معنى أما يعطيوه يهودي النص لا حتى يخرجوه فاسق من الوالدين يخرجوه تارك صلاة الوالدين يخرجوه شارب خمر الوالدين قبل البلوغ مسؤولية الوالدين بعد ما بلغي ويتحم مسؤوليته إذا بلغ وبعد فسد مسؤوليته بتبع الوالدين ينصحوا ويأطروا لكن ما عادش عندهم الحكم عليه قبل البلوغ أنت عندك النفوذ عليه وجوبا قال اضربهم لعاشر في الصلاة يعقول العلماء ليس الصلاة فقط على هذا الصلاة لأنه أهم ركن لأنه أمر يومي ولابد يتعاود عليه منذ الصغر يقول حتى العبادات الواجبة لابد يتعاود عليهم ويوبخ إذا لم يقوم بها هو بطبيعة في هذا السن الصلاة لأنه الصيام لا يؤمر صبيب الصيام ولا يجوز إجباره على الصيام الغير البالغ من أطفالنا لا يجوز إجباره على الصيام يجي يقول ولده وانت لا يتواكر عشرة سنة ناشئ تصوم بالصيف عنده إثم هذا الأب أو أولون الصيام لا يصوم عندما يبلغ يحب يتدرب الرغبون لا يفرض عليه ولا يولام لم يصوم أيضا كل علماء يترك أراد أن يصوم سيادش يقول لا يصوم قال ما يصوم ما يصوم ما تفرض عليه هذا هذا مخالف للسنة علماء يقول لا تفرض عليه ولا توبخه تقول الله يش بيه صغير يصوم وانت لا هذا غير مقبول شرعا دخلي أنا راح تصوم ميزان لم يبلغ في الصيام يصوم حاب يصوم يصوم صلاة يومية يومية خمس صلوات فلابدو التدريب مسبق حتى يحافظ عليها قال وقد فرض الله سبحانه على القلب عمل من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عمل من الطاعات القلب فيه اعتقاد يجب أن يرسخ فيه والجوارح لها أعمال يجب أن يقام بها قال وسأفصل لك ما شرط لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله وإياه نستخير أي الله وبه نستعي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هنا ذكر للسخار بأي أمر ذي بال مباح يكون فيه السخار من السنة يكون فيه السخار أمر مباح ليست يستخير نصلي الظهر ولا يستخير كل ما هو فرض أو سنة ليس فيه السخار كل ما هو مكروم أو حرام ليس فيه السخار ليست يستخير ربي أشتغل في بنك ربا أو أدخل في محل يتعامل بالربا أو لا هذا الذي يقوم بالسخار في المحرم هذا اسمه السهزاء بالدين يصل به الكفر ببعض الأحيان السخار في الأمر مباح زواج مثلا سفر سفر زواج هذا أمر مباح سيتزوج جاء خاطب المرأة تستخير تعمل تستخير إذا ربي سبحانه وتعالى أراد أن يتم ذلك أما سيتم سيسافر سيسافر بعيد مثلا لأمر معين فيستخير الله السفر وقته كذا فهذا فيه استخار فالاستخار في المباحات لا تكون في الطاعات استخار استخار في المباحات بعض الناس يخلط نمر الآن جوهر الموضوع سنبدأ في جوهر الموضوع وما يتعلق بالعقيدة قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئلة من واجب أمور الديانات هنا يقول باب ما بالإضافة أو صح يقول باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئلة من واجب أمور الديانات بابه أو بابه هنا ذكر بابه بالإضافة الجملة اللي بعد بابه كلها مضافة إلى كلمة باب الباب هو يقول العلماء هو ما يكون تحته موضوع معين لم يقول باب ثم بعد ذلك يقول باب ثاني ثالث فتجد الباب الأول في موضوع معين باب الثاني موضوع ثاني مخالف وباب الثالث وهكذا فهذا يسمى الباب بطبيعة هنا باب مجازي نحن عمنا الباب الحقيقي هذا الذي نفتحه وندخل منه إلى الغرف الباب هنا باب مجازي أي عبارة تقسيم لمحاور ويذكرون لها عنوين ويعنون ذلك بباب هذا معروف عند العلماء ومعروف في كتب العلم ما يعتقد في ذات الإلهية هنا في هذه العنوين هي من وضع المحقق لهذا الكتاب العنوان هذا ليس من كلام ابن أبي زيد القيرواني هذا فقط تسهيل يضعنا مواضيع فيما تحدث فيه الإمام ابن أبي زيد القيرواني كلام ابن أبي زيد يبدأ من ذلك الإيمان بالقلب قال من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له والعلماء يزيد ولا مثيل له ثلاثة معلوم عند كل المسلمين أن ليكون الإنسان مسلما لابد أن يصرح بالشهادة ينطق يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله هذا الشرط لدخول في الإسلام لو إنسان كافر يهودي أو نصراني أو ملحد أو بوذي أو أي إنسان غير مسلم وقال أنا أريد أدخل في الإسلام ولا نقول الشهادة قال لا أقولها هذا يبقى على الكفر قال أني نعتقد ربي وأحد والنبي أنتق بالشهادة قال لا أنت لا أقولها هذا غير مصر لو مات على ذي يموت ويعتبر من الكفار فالنطق بالشهادة واجب بالدخول في الإسلام وهنا أبين تفصيل يجهلوا كثير من الناس إذا أنت مثلا في بلد أجنبي أو في تونس وجاءك أحد غير المسلمين وقال لك أنا درست على الإسلام وريد أن أدخل في الإسلام ماذا أفعل؟ غالب الناس بجهلهم يقولون أنهم يموتون المفتي أو أنهم يموتون الجمعة إلى الجامعة وشاهدون ودخل الإسلام هذا خطأ فاحش هذا خطأ فاحش لأنه لابد الإسراع في إدخال الإسلام معناه أنت في الطريق جاءك قالك نحب نولي مسلم قلوا أوقف معتقد الله واحد نعم معتقد النبي صلى الله عليه وسلم رسول نعم وإذا كان هو مثلا نصراني معتقد تثليث هذا الباطل أنه سيدنا عيسى عبد الله الرسول قلت نعم فبيننا أنه فعلا عنده اعتقادة الإسلام قلوا ورايا أشهد أن لا إله الله يعودوا ورايا وأشهدوا أن محمد رسول الله إذا قارم تخل في الإسلام من بعد هزوا يعمل حفلة في الجامعة في نتحب وقتنا هذا ليس مشكلة يأتي من بعد لكي الناس تعافوا لهوا مسلم ونفرحوا بالله أما لابد أن نضع بالشهادة بالوقت قد تخليه أنت ثلاثة أربعين ويموت يموت على الكفر على الأقل عندنا نحن عند ربي إذا كان مؤمن من قلبه يحشر مع المؤمنين لكن عندنا نحن لا يدفن في مقاب المسلمين لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث فيحرمناه من كثير من الأمور بتاع الدين فلذلك الشهادة لابد نطق بها بسرعة لا تحتاج لوذو ولا أي شيء قالك وإذا نكون مسلم تثبت منه أنه عنده الاعتقادات التمتع الإسلام ثم ينطق بالشهادة مباشرة باللغة العربية بعد يحب يعود باللغة متاعه عودينه باللغة متاعه مش مشكلة نطق بالعربية الشهادة بالعربية على الأقل عند المالكين فهنا قال ما لن نطق هذا شرط لابد أن ننطق بالشهادة والمسلم لابد أن مره في حياته يكون نطق الشهادة مره في حياته واجباً والباقي مستحب أن نتكررها بين الحين والآخر الشهادة والذي يصلي عنده الشهادة ما شاء الله يكرر فيه كل يوم كل يوم خمسة مرات في التشاهد اشتقول اشهدوا أن لا إلا الله واشهدوا أن سيدنا محمد أنا عبد هو رسول ما لن يصلي عنده مشكلة ما لقال لطق باللسان والإيمان بالقلب ما يكفيش إنسان يشاهدوا في قلبه شيء آخر لابد القلب موافق لما ما تقتبه كتقول اشهدوا أن لا إلا الله أنت تثبت لله كل صفة الكماء تنفي عنه كل صفة نقص كتقول اشهدوا أن محمد رسول الله تؤمن بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وكل ما جاء به مما ثبت عنه يجب انتباعه قولا واحدا إذا عندك سنة مش عاجبتك أنت لسه مؤمن بمحمد رسول الله سنة تقول هذه والله مش عاجبتك ثبتت والعلماء أثبتوها بطبيعة المختلف فيه هذا لا يؤلم صاحبه أمر مختلف ثبت ولم يثبت واحد قال لا نعتقد لا يوجد مشكلة أما إذا العلماء تفقوا أن هذا يعتمى هذه سنة ثابتة ويأتي واحد يقول لا ليس عاجبتني منظرها ليس عاجبني هذا مزال عنده إشكال في قلبهم ما زال الإيمان غير مكتمل عندهم بل فيه خلل فاتح لأنه ليست الغاية قيام بالسنن لابد تقوم بها وأنت مطمئن 100% فما ناس تعمل في بعض السنن فوق من قلبها هذا عنده إيمان ضعيف جدا ضعيف إيمانه معناها يخش عليه من أن يخرج من الإيمان أصلا ليأخذ السنن ويحتقرها معناها من حيث أنه هذا يكون قاع العلماء يقول إذا ثابتة سنة هو يقول ماذا نقاع هذا مشكلة كبيرة هذا عنده مشكلة في العقيدة ليس مع السيامة على جوالها مع السيامة على عقيدة قال ولا شبيه له ولا نظير له والعلماء يزيد ولا مثيل له ثلاث أمو شو فرق بين المثيل والشبيه والنظيم؟ المثيل الذي يشبه المثال يشبه مثاله من كل شيء نسخة متبقى الأصل مثل هاتف جواله سامسونج مثلا نقول مثلا اثني نأخذ مماثل هذا مماثل للهاتف الثاني مماثل كيف بعضه بالضبط لا نستنعه في نفس المعمل نفس الكيفية نفس البرنامج في وسطه يتسمى مثال هذا مثيل للهاتف الثاني الشبيه الشبيه في عدة جوال لكن ليس في كل شيء مثلا واحد عنده هاتف مثلا نوكيا أو لا بطبيعة لا يوجد اختلافات مع الهاتف لكن يشابه في الكرون كل شاشة باللور يفتح كل الأسماء فهناك تشابه و هناك تخالف هذا يسمى الشبيه الشبيه بالهاتف مثلا مثلا للأخت زهرة فهذا الشبيه لهاتف نقاط الالتقاء هناك كاميرا فيه كاميرا فيه شاشة باللورية تحركها بالأصبع فهذا مشابه هذا الشبيه لهذا ليس مثيل فهمت الفرق من شبيه و مثيل النظير يكون يشبه في شيء يكون هاتف نوع آخر صغير مثلا يشبه في شيء معين في حاجة معينة في جزئية فقط هذا يسمى نظير المثيل هو يشبه في كل شيء بالضبط بالمليمتر الشبيه في غالب الأمور يشبه و في بعض الأمور لا يشبه النظير يشبه في مرسلة والاثنين والباقي لا يشبه في شيء لكن يشبه في نقطة على الأقل هذا كل من فيها في حق الله ما معناه؟ لي توجد مثيلèse لذي لا يوجد إله مع الله المثيل هو إله ثاني اللذي لا يوجد شبيه لله أي يوجد مثلreon chluss بصفات الله و ليوجد مثلون محمد صفات إله مثلون مخلوق صفات العلم وبالله لا يوجد والذي يعتقد ذلك كفر الذي يعتقد أنه مخلوق عنده صفة من صفات الله ولا صفة واحدة الباقي صفات مخلوقات لكنه يقول عنده صفة من صفات الله هذا كفر كفر الله هبار عليه فهنا قال ولا شبيه له أي الله لا يشبهه شيء ولا نظير له بطبيعة كي قال لا شبيه ولا نظيره بطريق أولى لمثيله هكذا لماذكره لا مثيله إذا هو حتى مشابه بعض نقاط ما جماله صح خليه يعني يشابه في كل نقاط طريق أولى هو لم يذكره هنا لأنه بطريق الأولى لا مثيل له وهذا المشابهة لا نظير له الله سبحانه وتعالى عبرنا في القرآن ليس كمثلي شيء وهو السميع القصير والمثلية هنا تتشمى ثلاثة أمور مثيل والنظير والشبيه ولا ولد له قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوة أحد كفوة أي مماثل شبيه نظير فعندنا آيات محكمة تبين هذا الكلام هذا الكلام قاله ابن أبي زيد القيروين رحمه الله مأخوذ من نص القرآن ويجب اعتقاده بدون أدنى ريب هذا لا ولد له من يقول الله لو ولد هذا كفر مثل ما قال النصار لا والد له كيف كيه بعض الفرق الضالة يقول الله لو ولد كفر هذا لم يلد ولم يولد هو ليس له ولد ولا يأتي بالولادة ولا صاحبة له صاحبة هنا الزوجة صيفة خاصة يعني هو بعض من الفرق الكافرة ينسبون الله الزوجة إذا نسب الولد معنا ينسبون الزوجة بعض منهم فهنا قال ولا صاحبة له ونسبة الزوجة إلى الله كفر صريح من ينسب إلى الله الزوجة هذا كافر باتفاق كل علماء المسلمين هنا الزوجة في حق المخلوق هي أمر كمالي معنا نحن كيف يبدأ إنسان متزوج يقولوا تهنى ما شكاك أنساء تقولوا ونتهنى على بنتي وولدي ولا معناك يتزوج خير من ما يتزوج ولا عندكم خلاف ذلك متوم ولا بدلتوا البوصلة فيبقى دائماً المتزوج أكمل نوعاً ما من غير المتزوج بطبيعة يلقى زوجة الصالحة سأعطي زوجة تنكد عليه لكن يقعد باقي الزواج أفضل من أن لا يتزوج في حق المخلوق في حق ربي العكس الكمال بعدم الزوجة كمال الله لما يكون عنده زوجة فلذلك قالوا لا صاحبة له هذه صفة كمال لله لا صاحبة له لا يتزوج ليس له زوجة فلا شريك له أي الله واحد لو وجد إله ثاني مع الله وقال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وهناك كما قلت مسألة تفهم بعلم المنطق بالأحكام العقلية يعني فيها حذف كيف أن وجود إله مع الله يفسد السماوات والأرض الإنسان العدل لا يفهم يقول لكي ما علاق يمكن أن يكون إله ثاني ويتفقان واحد يخلق السماوات ويحل الأرض ويمر كل راكحة لا تفسد للأرض ولا السماوات ولكن هناك كلام يقال في هذا الأمر أنه بعجالة إذا اختلف معروف إذا كماشية تكثر ربان تغرق سفينة إذا تخالفوا طائر وعنده معه واحد مساعد وتخالفوا هذا يطلع وهذا يهبط الطائر تتحطر سفينة واحد يمشي واحد يرد تتحطلوا في الأخر إذا ما فكشل داش واحد تتحطلوا فإذا تخالفوا بطبيعة مش تفسد الدنيا لكل هذا المفروغ منه إذا كنت توافقوا كل لسان يتوافقوا وخيّل إله الأول إله ثاني وخيّل ب نأخذ المثال نفترضه وجود إله ثاني بطبيعة فرضية باطل لكن نفترضه والعلماء بشيّفتوا أمر يفترضوا عكسه وينقظوه يثبت الأصل أنه إله واحد نفترضه لك إله ثاني اثنين وتفاهم بعضه واحد قال أسمعني شنو نخل السماوات نخلق وانت يخلق الأراضي وانت تفاهمين كنت تبعوا نحن المسألة الإله نقول لقم آ وإله ب إله آ خلق السماوات وإله ب خلق الأرض أعراضين كل إله آ هذا خلق السماوات هل هو خلق الأرض تخلقت الأرض خارج عن قدرته يعني وجدت الأرض بدون قدرته ومش هو أثر عليه فهذا اسمه عجز قدرته ليست تامة قدرته شملت السماوات لكن لا شملت الأرض يعني الأرض خلقها لأخر فهذا عنده عجز والعجز يمفي الألوهية الثاني نفس الشيء تبقى لي خلقت الأرض خرجت عليك السماوات فأنت عاجز فإذا تثبتنا العجز لك إله فكلاه ما ليس إله إذا كانوا اثنين للولا الثاني إله فيثبت أنه لا يوجد إله واحد باختصار هذه مسألة تدرس في الكتب المراحل المتقدمة لكن باختصار هذا تفصيله ليس لأوليته لأوليته ابتداء الله لا أول له ويعبر عنه هنا القديم سفة القدم علماء العقيدة يعبرون أن هذا لا أول له بالقدم يقولوا الله قديم وهنا لابد أنه بيض أنه دائماً عنا ناس جهلة وعنا ناس تستطيع في الماء العكر بالمقتدع بصفة خاصة والمبتدع عندما يبحث للصيات في الماء العكر فيقول كيف تقول قديم أنا نقول مثلاً هذا من أشعار كأس قديم هذا شريطه عنده خمسة سنين سمى قديم مر عليه الزمن نحن نعرف أنه نقول قديم حاجة قديمة معنا شريطه عنده عشر سنين هنا قديم في حق الله ليس هذا المعنى أصلاً هذا المعنى في المخلوقات في حق الله القديم لا أول لهم هذا المعنى لا أول لهم يقابل الحادث الحادث الذي عنده بداية وجد بعد أن لم يكن هذا الحادث القديم ليس له عدم يسبقه لم يكن منعديماً موجود منذ الأزل لهو الله سبحانه وتعالى فهنا الله قديم أي لا أول لوجوده ولا قال ليس لأولية ابتداء هذه سفة القدم في المخلوقات القديمة الذي مر عليه زمن طويل فقديم في حق الله لها معناها الذي ذكر العلماء والقديم في حق المخلوقات لها معناها هل يخلط ولا يبدأ يحاسب يقول كيف يستعمل البيت السؤال الثاني من أين لكم هذا أين دليلكم تستعملوا في كلمة قديم وأسماء الله والصفاته توقفها الأصل يكون دليل من الكتاب أو السنة فالمبتدع يقول لك أنت ما عندكش دليل سمي في كلمة قديم من يجبتها الله قال عالم عليم قدير سميع بسيط قرآن واضح لكن قديمة فماش في القرآن حل القرآن لا تقاوش كلمة قديم أبدا فأما هو الأول والآخر والظاهر والباطل سورة الحديد أول ونقول لهم عادم ثم مو تقول وهل الحديث وتشتقوا على المبتدع نحكي على الوهبية أدعي السنفين صفة خاصة لهم اللي قاعدين توا على الساحة يقول ونحن هل الحديث وحديث وحديث وكذا وكذا وعلى السيدة الأشعر اللي هم أهل السنة اللي هم أحنا وشيوخنا يقول لكم أنتما لا تتبعوا في الهوام تاعكم وكتبعوا في الحديث ماذا؟ لو قريتوا لا حديث وتحلوا كتاب سنن أبي داود مثلا تتلقوا الحديث الغثي كلمة قديم حديث صحيح ما هو الحديث للحديث دعاة دخول للمسجد دعاة دخول للمسجد لما ندخل للمسجد هناك دعاة يقال تعرفون ثم باسم الله والصلاة والسلام على رسوله ونمغفل إذنهم يرتح لي أبوابه رحمتك هذا جزء من الدعاء قبله في المدوع قبله تدخل أعوذ بالله العظيم وبوجهه القديم وسلطان أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذا من دعاة دخول للمسجد تقول تبدأ به أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم مغفل إذنهم ويفتح لي أبوابه رحمتك هذا دعاة دخول حديث صحيح شقال وسلطاني القديم بكر كلمة قديم يقول لي هنا هذه وصف للسلطان ليس وصف لله إذا وصفنا سفة الله بيني قديمة هل الله يكون غير قديم وصف الوصف هو وصف للذات فالله يتصب بالقديم في نص هذا الحديث فلذلك يطرح الإشكاء الذي يدعي هؤلاء الجهلة فالقديم مأخوذة من نص حديث نبه صحيح ولذلك سمينا الله بما سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسلطاني القديم سلطان هو الجبروت والحكم والقدرة فوصفها بالقديم فالله يتصب بالقديم لن يكون صفته قديمة وحادث أبدا فليس لأولية ابتداء ولا لآخرية انقضاء عدم الآخرية أي لا آخر له هو الآخر يعبرها للعلماء بالبقاء صفة البقاء عند صفة القدم صفة البقاء ليس لأولية ابتداء هذه صفة القدم الله قديم ولا لآخرية انقضاء هذه صفة البقاء الله لا يفنم لا ينعدم الأولى لا يسبق وعدم معنى الله لم يكن معنى غير موجود ثم موجد في فترة معينة لا موجود بدون زمن ولا لآخرية انقضاء أي لا ينعدم نحن كل مش نوصل وقت نموت مش على الروح ثم نبعث يوم القيامة إن شاء الله الله سبحانه وتعالى لا ينعدم ولا يقبل العدم أصلا لا يمكن في حق العدم هذه معنى ولا لآخرية انقضاء انقضاء انتهاء والعلماء يعبرون على هذا بصفة البقاء يقابلها الفناء ضدها القدم ضدها الحدوث فالقدم يتصبي به الله وحده والحادث الحدوث يتصبي كل مخلوقات والبقاء يتصبي الله وحده والبقاء الحقيقي والفناء يتصبي كل مخلوقات شقا ربي في القرآن كل من عليها فن ويبقى وجه ربك ذو الجليل والإكراء سورة الرحمة آخر آية أو في وسط الآية مش آخر آية فالقرآن صريح واضح فكل ما نقرأه الآن هو من نص القرآن وبينا كريمة القديمة ولم نذكرها هنا لكن نذكرها كثير من العلماء في كتبها مأخوذها من نص السنة فبالتالي لا نقتدع أي شيء ولا نخترع أي شيء والحمد لله رب العالمين نلتزم بما ورد في الكتاب والسنة والحمد لله رب العالمين ومن يدعي خلاف ذلك هو كذب قال لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون أي لا يعلم حقيقة الله إلا الله نحن كمسلمين الله أطلعنا على بعض صفاته العلم القدرة عليم قدير مريد سميع بصير ولكن حقيقة الصفة حقيقة وما هي أو حقيقة ذات إلهي لا نعلمه ولا نستطيع أن نعلمها ولم يمكن أن نعلمها أصلا لماذا؟ لأننا مخلوقات حواجد والله قديم لأن العرق المتاعنا هذا مخلوق حادث فمحدود في التفكير فلم يمكن أن يصل إلى معرفة ذات الله حقيقة أبدا ولا مخلوق يعلم ذلك هذا يعلمه الله وحده فلا يعلم الله إلا الله كما ورد عن السلف ورد أظن على سيدنا علي بنبي طالب لا يعلمه الله إلا الله وعن كثير من الصحابة ورد ياده كثير من التابعين لا يعلم الله إلا الله لكن نحن ماذا مطالبون؟ مطالبون أن نأخذ صفات ربي ونستذل بها على الله وعلى عظمة الله ليس لنعرف حقيقة الله حقيقة للذات إليه لا هذا لن نصل إليه أبدا لا في الدنيا ولا في الآخر وحتى في الآخر سنرى الله لكن هذه لا تدل على الذات على أن اطلاعنا على حقيقة للذات لا ولا يحيط بأمر المتفكرون مهما فكرت أي واحد منكم منذ ولادته إلى أن يموت جاء في باله مرة شيء عن الله تخيل ربي زعمك كيف أنه صورة كذا كبير صغير كل هذا باطل حطني ذلك أنه باطل كل ما جاء في فكرك عن الله فهو باطل لماذا؟ بكل بساطة إن الله ليس الجسم ولا تصور في صورة أنت كل ما تخيل فيه تخيل في تصور تعودنا نشوف مخلوقات نشوف السماوات كنت خيل حاجة بشي نعطيها ألوان نشوفاني أزرق أحمر أزرق أحمر أبيض الألوان نعرفها لنشوفتها فنصور بها أشياء ونتخيلها الله ليس كذلك لله لم تره أنت أو أصلا وكذلك الله ليس جسم حتى نصفه بصفات المخلوقات ولذلك كل ما وقع في بالك في حق الله في ذهنك حول الذات إلهية فهو باطل كل ما جاء في ذهنك أنه هل يكون هذا هو الله لا ليس هذا كالله فنحن مطالبون معرفة الله من خلال أسماء وصفاته لا بالإحاط بذاته أبدا لأنه لا نحيط بذاته أبدا لا دنيا ولا آخر ولذلك هنا قال لا يبلغ كنا صفته الواصف أي لا تعرف حقيقة الصفة نحن نعلم أن الله لا هو صفة القدرة لكن القدرة في حد ذاتها ما هي حقيقة لا مدري نرى أثرها أنه لا يخلق كل شيء أنه لا أثر في كل شيء كل ما نراه من خلق الله بقدرته لكنها ما هي القدرة حقيقة لا نعلم فلن لا نعلم حقيقة الصفة ولا نعلم الذات إلهية بريق أولى ولذلك قال لا يبلغ كنا وصفته الواصفون ولا يحط بأمر متفكرون هذا لب العقيدة هذا كمال العقيدة الذي يعجز عن إدراك إله هذا هو كمال العقيدة رهما ليس عكس ليس كالمجسمة الوهابية هؤلاء يريد أن أجعل الله كالجسم لابد له مكان يقوله في السماء يجالس على العرش هذا قول مبتدعة وسنبين بطلان هذا الكلام يقول الله يتحرك هذه صفات المخلوقات فهم يريدون أن يجعل الله لابد عنده شباب مخلوقات بطبيعة هذا كلام فاسد وعقيدة فاسد أصلا ولا تصح أصلا لأنه قلنا كمال الإيمان أن لا تدرك حقيقة الله ولا حقيقة صفاته هذا هو كمال كمال الإيمان ولن تدركها حتى لو فعلت وأردت وحاولت ولذلك هنا ذكر الإمام ابن بزيد القيرون بصريح العبارة لا يبلغ كنها صفاته الواصفون ولا يحيط بأمر المتفكرون قد ما تتفكر في ذات الله تفكرك بباطل هذاك ليس هذاك هو الله بعد حين إنسان يتخيل صورة يتخيل جسم كبير يتخيل شيء هكذا يتخيل نور كله باطل راب اللي يتخيل أن الله نور نور جسم راب في بالكم الله النور جسم راب ومخلوق إذا تنسب الله الجسم هذا فعقيد عقيدة فازة لا يقول ربي قال في سورة النور الله نور السماعة والأرض قالوا نور معنى منور الله منور السماعة والأرض منورها بنور الإيمان نور مجازي يعني مش نور حسي ترا فيه الضوء لما واحد يقول لما كنت كافر وليت مسلم الحس النور في قلبي معنى فما كعبه ضوء تشعل تراه في قلب ويشعل لا هذا نور أمر معنى أمر يفهم بالأحاسيس الباطنية فهذا هو النور الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى ليس النور الحسي كما يظن البعض فما في رقم مبتدع ينسبون يقولك الله نور ويقصد نور الحسي هذا كفر إذا وصفت الله بأنه جسم هذا كفر يقول العلماء أول قاعدة مساء الكفر عند أهل السنة الذي يقول الله جسم يبدأ في كتب العقيدة من قال الله جسم فهو كفر معظوظ بتبعي إذا صرح أم إذا لمحوا قال يتحرك ولم يقول جسم لكن قال يتحرك كي قال يتحرك معناها عبارة أتبرو جسم لكن لا نحاسب وأنه صرح بالتجسيم يقول له اسمه فاسق مبتدع وهذا ما نعتقد في حق هؤلاء المجسمة الوهابية ومن تبعهم هم مجسمة وعندهم عقيدة فاسدة عقيدة مبتدعة الذين يقولون الله يتحرك يجلس وهو في السماء وله يد حقيقية له رجل حقيقية هذا كل كلام فاسد ولا يصح ولا يجوز اعتقادهم أبدا ويرد على صاحبي جملة تفصيلا الله ليس جسم وليصب بأي صيبة بمسيبات الأجسام أبدا وكل ما ورد في القرآن أو الصنة ما فيه كلمة يد أو رجل هذا مؤول هذا يفيد معنى مؤول ليس معنى الحس اليد مثلا فيها معنى القدرة العين فمعنى الحفظ والعناية فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا الفساد لم يفهموش يقولوا ربي عنده برشة عيني وأهل السنش يقولوا إنك بأعيننا لديك حفظنا لديك عيني نجم الخلي بحذاك ولدي يقوله خليه على عيني يقوله لا ولم يقوله هاش استعملوا اللغة كل يوم فالله يخاطبنا باللغة التي نعلمها يعطينا تعبيرات مجازية نفهمها لأننا نحن أهل اللغة عربية يأتي المبتداء الفاسد ويأخذ على ظاهر يقولك أعيني يا ربي عنده برشة عيني يقوله يصورك في السابورة بطبيعة من قام بهذا الفعل تقطع يده شرعا من يرسم على ساته عبر عن الله يرسم جسم يقول هذا الله تقطع يده أضعف شيء هذا التي يرسم بها والذي يتكلم في حق الله ينسب له سفة المخلوقات يقطع لي سيره هذا الحكم الشرعي والذي يمثل الله بيده أو برجل تقطع يده أو رجله معناه مثلا بطبيعة حكاية الفساد العقيدة أو الكفر ليس كفر من باب التعليم نستطيع أن نذكر بعض الأمور حتى ننبه عليها مثل ذكر الحديث الموضوع لتبين أنه موضوع حتى نتجنبه أنه يقول الله لو يد ويشير بيديه تقطع يده يقول الله لو يد ور يده تقطع يده هذا هذا فس بالعقيدة وليقول له رجل ور رجله يخرج يقول له رجله يخرج رجله هذا الذي يتكلم تقطع رجله شرعا حكمتها وقطع الرجل لأنه فس العقيدة لأنه يصف الله بصفة الأجساب وهذا أكثر أمر ضع فيه المبتدعة مثل تجسيم ربيه أهل السنة منزعون الله يعلمون الله ليس كمثلي شيء هذا بعض حصاريح المجسمة ليس عجبهم ربي قال عنده عين عنده عيني قال يد مرة عنده ويت قال مرة يكشفوا عن ساق عنده ساق مرة قال ينزل يوركوا السماء الدنيا ينزل يتحرك في الأخر جمعوا هذه الأمور وكونوا لجسم ويعتقدوا أنه إله بطبيعة صلاح هذا ليس إله ما يفرق به أنت جسم تعبد فيه ولو متحرك بين صنام بين قريش ما يفرق كلهم جسم وسيدنا محمد جاء إلى قريش حتى يخرج عبادة الأجسام إلى عبادة رب الأجسام الأجسام منهم الأصنام نرى من الصنام هو المنبوذ يعبدوا شخص مباح يعبدوا شخص كم يعبدوا صنام وكل كفر فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإخراج الناس من عبادة الأجسام واعتقاد الله جسم إلى اعتقاد الله ليش أزز جسم وعبادة الله الحقيقي اللي هو ليس جسم هذا هو أصل الرسالة النبوية فلذلك كل من يقول أن الله يجب الأجسام سواء صرح أو لمح هذا عقيد فاست قال يعتبروا متفكرون بآياته ولا يتفكرون اثنائية ذاته ما لا فاش تفكر أنت ما تفكر في ذات الله فكر في المخلوقات متاعه شوف المخلوقات وتدل استدالباع على أظمة الله سبحانه وتعالى شوف البحر الوسع متاعه والحيوانات اللي فيه هو سبحان الله تدل على أظمة الخالق لا تتفكر في ذات الله قل ايخان نتفكر ربك يفنه لا هذا لا يتي في ذاتك كل كل هو تفكير فاست وإذا جاء في فكرك هذا الأمر عنده دواء النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك الصحابة كرام رضي الله عنه في يوم الأيام جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنجدنا تهلكنا قالوا ماذا شون فهم قالوا رأوا يوصل في بانا ساعة نفكر في ذات الله ونتخيلوا أشياء نعلم أن الله ليس كذلك لكن جينا هذه الأمور ما نحس وعملنا جريمة كبرى قالوا شوفي قلبكم قال في قلبنا تنزيل الله ليس الجسم وليس أي شيء فقال لهم ليس بدام قلبكم مطمئن والاعتقاد الأخير أن الله ليس هناك مشكلة فهي ما يعمل قال ماذا تقول آمنتوا بالله أو تستعيد بالله من الشيطان الرجيم لأن هذه خواطر يعطيها الشيطان والأمر الأهم تنشغل بشيء آخر تتفكر في ذات الله شد تخدم حاجة حل الورديناتور مد البرتابل حتى لعب وليس فكر في ذات الله يقول العلماء تنشغل بأمر ثاني ولو كان حتى له أفضل أن تتفكر في أمور قد تؤدي بك الوسواس ومشاكل خاصة لأنه ليس درس العقيدة وليس درس العلم الشرعي وإذا لما تدرس علم الشرعية يتنحال هذا الوسواس أصلا حتى يأتيك مرة خاطر يمشي على راح وتعرف وباطر يأتيك خاطر أن الله له صورة هذا باط تعرف أن الله ليس له صورة ليس نمثيل ليس نظيم تخيل الله جسم فمن بارك مباشرة لأنك درس العقيدة وتعرف أن الله ليس جسم فإذا تعلم العقيدة أمر مهم جدا يبد عنك هذه الخط هواتر الفاسدة وهذه الوساوس ذكر الصفات تعالى هذا كما قول المحقق وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاهِ وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ كلكم تعرفوا هذه الآية هذه بجزء من الآية الكرسي فقال وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ نحن مخلوقات وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ أي شيء معناه العلم الذي أعطينا ربي نحن نكتسبناه لا يأتيش منع الدم بالمقارنة مع علم ربي لا يأتيش حتى لا تقول ذرة أقل من ذرة وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ ما يعلمه الله لا نحيط به أبدا تخيلوا متوما المجرة أمتيانة قد اكتشفوا فهم من كواكب يزالوا يكتشفوا فرا أبعد كوكب يقولوا ملايين سنوات الضوئية والسنة الضوئية ما يقطعه والظوء في سنة كاملة والظوء يمشي 3 في 10 قوت 8 كيلو متر في الثانية معناه سرعة خيالية في الثانية معناه الضوء يفوت آخر الأرض في أقل من ثانية 14 ألف كيلو متر يفوتها بسهولة هذه ملايين سنوات الضوئية معناها قد يشوق الضوء في عام كامل قد يكتش يقطع مسافة حانا قلنا في الثانية ثلاثة في عشرة وثمانية هذا هو رقم خيالي تخيل ملايين سنوات الضوئية قد يكون الضوء بعيد معناه قد تخرج بمركبة تخلط من بعد 200-300 عام تجري بسرعة معناها الصوت نقول وحنا هي نجمة يوصل للإنسان أو حتى أكثر يوسع حتى ألف كيلو متر في الساعة قد تقعد تقعد 200-300 عام بشتخلط الكوكب تخيلوا قد يوسع هذا الكون وهذا المجرة متاعنا باكبرك تشفوا في مجرة أخرى هذه المجرة متاعنا رأيك سبحان الله كم هو عظيم فهذا الوحيد تعرف الأرض وقت ثورها فتراشة في المجرة فتراشة شفتك تبدأ تطير مع الهواك تتلق الشمس تعطيك الغبرة تبدأ ظاهرة فتراشة الأرض كما نكيك في المجرة فتراشة في كوكب الأرض هذه الأرض نحن عملنا باعلق ومتكبرين فمتجبرين نقطة أقل من جزء من المليماتر بالنسبة لما جرى أخلاقها رب ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء رب يعطيك مع البعض معلومات يعطيك تتعلم على أشياء جعل أصحاب الفلك وكل يتعرفوا على هذه الكواكل اكتشفوا بعض منه ومعض منه ميزان على ما صدقوا فيه بطبيعة فهذا شيء بسيط جدا الله أطلعك عليه وعلمك با لم تكن تعلم وكان فضلا عليك عظيم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم الله علمه كل شيء كل ما يتسيئ علم مخلوق أخذه النبي صلى الله عليه وسلم واسع كرسيه السماوات والأرض هنا كرسيه سيدنا عبدالبن عباس قال علمه فسر هذا الكلام قال علمه كرسي والأرض في بلاد المغرب الأقصى عندهم كرسي يقول الكرسي كرسي الفقه كرسي العقيمان العلم يستعلمون هذا كلام كلام مواضح وهناك من قال الكرسي هو جسم خلقه الله مثل العرش خلقه لماذا لإظهار قدرته وليس لأخذ لي رجله كما يقول مبتدع المبتدع كيف يقول الكرسي تعفم تم الملوك كيف تفرجوا على المسلسلة للملوك يبدأ عنده العرش وعنده واحد يضع على رجل كستابة عرفتها استراد أو يضع على رجل وذلك تسمى الكرسي عند العربي تسمى الكرسي فالمبتدع حكم أن الله دائما يصفونا بسمية الأجساء يقول الكرسي هذا الذي قال عليه ربي هو الذي يضع عليه ربي رجل وحاشل الله هذا الكلام القبيح ويقول العرش يجلس عليه ويضع رجله على الكرسي هذا كلام لا يقول الإنسان سفي وفي إيمان خل الفاتح هذا الكلام الذي يقوله إنسان عنده سفة وفساد في العقيدة لا نظير له نحن قولنا قولنا للسنة الله ليس جسم الكرسي مخلوق خلقوا الله لا نعلم كيفية وسنرى يوم القيام خلقوا لإضاءة العرش لو أعظم مخلوق في الحجم أعظم مخلوق في المكان سيدنا محمد أعظم مخلوق مكانة وقيمة سيد رسول الله باتفاق أهل السنة لا يوجد قول مبتد عنه مبتد لديه مشكلة مع سيدنا رسول الله لكن نحن قول أهل السنة أعظم مخلوق هو العرش الله خلقه لإظهار قدرته حتى تعلم مدى قدرة الله تعرف العرش هذا عن السماء السابعة المشبوف هذه السماء السماء الحجم السماء في صحراء المأهز السماء السماء ثانية أكبر بال muchos ملايين المرات السماء الثالثة المعرك السعجم العرش السماوات الكل بالنسبة للعرش كما درهم ملقى في صحراء العرش كما الصحراء والسماوات السبعة كما بياسة كما في الصحراء العرش أعظم لكل السماوات بكثير يقول القائن ايه الله خلق العرش لماذا؟ لإظهار عظمته وخدراته جل جل ولذلك هو قبلة الدعاء نتوجه الله بالدعاء وهو قبلة الدعاء العرش ليس معنى الله في السماء كما يظن البعض ليس معنى رفع يدينا هكذا معنى الله في السماء كما يظن المبتدع الجهل الله ليس له مكان أصلا نتوجه إلى العرش لأنه قبلة الدعاء الكعبة قبلة الصلاة والعرش قبلة الدعاء لذلك نتوجه بيدنا إلى السماء ليس تفهموا المنظومة العقيدة؟ على قول أهل السنة القول السليم ليس على قول الفاست ولا يؤدوا وحفظوهما أي السماء والأرض لا يؤدوا أي لا يجهدوهم لا يجهد الله المشقة أو تعب في الحفاظ على السماوات والأرض هو خلقه خلق السماوات والأرض كخلق نملة كخلق جرثومة كخلق ذرة هم المشركين يحاجون كيف رب يشيردنا؟ رب يشقلهم لخلق السماوات والأرض أكبر عند الله خمتومة معناها إذا استغربتك في الجسم أنت ضائل في الكوكب والأرض ما تجي شيء مستغرب يش يردك؟ يصب عليه بشي يعود جسم صغير كما يسوى شيء؟ فهذا محاجة الكفار يقول ربي لن يردنا بعد الموت أعرف الكفار ينكر البعض فإذا الله خلق الجسم عظيم سيعجزه الجسم صغير أبداً؟ العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير عددنا أسماء وصفات هناك العالم من صفتي العلم هذه الصفة واجبة لله لابد اعتقادها من ينسب إلى الله ولو ذر جهل كيف؟ اتفاق لو واحد يقول الله يطلع على الأمور العامة لكن الدقاق ما يطلعش علىها أو ما يعرف الأمر إلا بعد ما يقع كما يقول بعض الفرق المكتدعة لهما من الفرق الكفرية بعض الفرق يقولوا ربي ما يعلم الشيء لابد ما يتم كتصير الحاجة ربي يعلمها وقت هذا يبدو كلم كفر هذا جعلوا علم الله محدود وجعلوا هناك جهل في حق الله الله يهجل الأمور وكأنه لما تقعي ولي يعلمها معنى جعلوا علم الله كعلم المخلوقات الخبير خبير بكل شيء هذا يندرجة تحت سفة العلم المدبر المدبر تندرجة تحت سفة القدرة يدبر كل شيء أي يضع قوانين الكون الله وذي وضعه لير النهار جعلك الأكل والشراب طعام شراب نفس إلى خيره هذا كل تدير من الله سبحانه وتعالى جعل أرزاق الحيوانات كلها تعرفوا في البحر الحيوانات في البحر أضعاف مضعفة بالحيوانات البريرة نسيت لحديث النبولة فيه كم من أمه في البحر ستة مات أمه في البحر وكم من أمه في البر فهذا كل من قدرة الله سبحانه وتعالى ما اكتشفناه أقل برشة من ما اكتشفناه نحكي في إطار المخلوقات في الأرض ليس في الكواكب الأخرى هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وهذا كل تأمر المخلوقات غايته أن تعظم الله وتعتقد فيه اعتقاد صحيح السميع القدير قدير هذه القدرة الله له قدرة فهي سمع قدير السميع ننتبه هنا يقول القائل احنا عنا السمع والله عنده السمع يقولك هوا احنا عنا بعض صفات تشبه صفات الله عنده الحق يقول هذا كلام إنسان عادي ولكن انت تقول الله ليس له صفات الأجزاء ولا يشبه المخلوقات وتقولي الله له السمع احنا عنا السمع ولا ما عناش يا جماعة ربي قال في القرآن راه مش حتى انت ما قلت لا القرآن قال سورة الإنسان ماذا تبدأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتالي فجعلناه سميعا بصيرا هذا وصف الإنسان راه والله مثبت لنصف تسمع البصر ونحن ورا راهونا ونعرف أن كلنا عنا سمع بصر لمن ليس عنده معناها عها في هذه الحواس به فنحن لن نسمع الله له السمع بنصف القرآن وهو السميع البصير فيقول قائل هاو ملا عنا بعض صفات تشبغ صفات الله أو الله يشبغ صفات الله لا انتبه السمع هل هو صفة حسية أو معنوية معناها مسألة السمع نراواها بالعين ولا نراواها بالأثر كنكلموا يعمل لي أين عفوا ونسمع أمر حسي ولا أمر معنوي السمع حسي معناها عملية السمع تشوفها الصوت كي يخرج قاعد تشوف فيه يوصل الوضن قاعد تشوف فيه ما لا حسي ولا معنوي معنوي غير ملموس فبالتالي هذا ليس فيه تشسين أمر غير ملموس زيادة على ذلك خاطر يقول قائل ثم تقوله كيف يقوله لا يقوله يد و ليفهو قاعدة يقوله يد و ليس كما يدينا سمع هو سمع ألم تقوله يد و يد يد العذوره و جرحة محسوس الله ليس بالمحسوسات أبدا المحسوسات أجسر أما الأمور معنوية يوصف بها ليس أجسر هذه النقطة الأولى فمتاع النقطة الأولى إذا فمتاع شيء كبير قتلني قتل بعدها أسهر نحن نسمع بماذا أذن يسمع أو لا يسمع 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 الطابلة نقبة و بعض أحيان حتى عنده الأذن لا يسمع السمع هو من الله لكن الأذن كسبب الله ليس لو قال للسمع نحن لنا آلة نسمع بها الله يسمع بدون آلة هذا فرق كبير بين سمعنا و سمع الله الأمر الثاني نسمعوه إذا نحن واحد يمشي في سوسة نسمع فهم أو لا واحد يتكلم في سوسة نسمعوه نسمع فقط في مسابة قريبة وأصوات معينة الصوت يرتفع جداً عشان تسمعوه عشان تسمعوه كان خفض جداً عشان تسمعوه سمع تحت الصوتية بذبذبت تحت الصوتية أو لا فعنا أحد الله ليس لو حد في الصوت يسمع كل شيء شفت النملة تمشي عندها صوت جاءوا وعملوا ميكروفونية كبيرة برشة في العاصل الحديث القول إن المال عندها صوت نحن نسمعوه إش أصلاً الله يسمعوها فسمعو الله مطلق وسمعونا محدود إذن ثلاثة اختلافات بين سمعنا سمع الله فرق شاسع بيش ميقولش إنسان ولا إحنا سمعو ربي عنده سمعوك بعضنا لا أبداً سمعو الله مطلق وسمعونا محدود سمعو الله بدون آلة بدون أذن ولا آلة سمعونا بآلة والسمن في حداته أمر معنوي فيوصب به الله سبحانه وتعالى كالقدرة والإيراد ليس هناك أي إشكال لن ننسب إلى الله جسما أو أسفات الأجسام فهمتها النقطة هذه ولا رأوا غالب الناس لا يفقاهون هذه النقطة إذا فهمتها شيء كبير ما فهمتوش هكذا شدوا نحن لا لا آلة الله ليس له آلة نحن سمعونا محدود الله سمعو مطلق البصير نفس الشيء نفس الكلام مش قلوس بصير نحن نبصر بماذا؟ بالعين واحد مثلا ما سالوا أي عاهة رمد يعمى معاش يرى ولما ولده ما عندهش أماكن العيني لا يرى فلن نرى بواسطة العين فالعين آلة البصرة عند الإنسان عند المخلوق حيوانات أيضا نفس الشيء فبصرنا بآلة الله يبصر بدون آلة وهكذا تعتقد الله عنده عينينا كيف عينينا روت بيرك هذا التجسيم في حق الله وهذا في عقيدة فازية وهذا يعتقده الوهابية أدعية السلفية المجسمة دي ما نجبد عليهم باش تعرفوا خطورة هذه الفرقة المتواجدة عنا ومجدين وينشرونا في اليوتيوب وينشرونا في الانترنت ويدرسونا في أماكن في بعض جمعيات وبعض مساجد في مدينة المساكن وهم يتبادوا هذا الفكر المنحرف يقولك الله هل هو أعين ولا عينين هم متخالفين عندهم خلاف بين المجسمة بتاعهم شيوخهم هل الله له عين واحدة أو عينين أو عدة أعينين باش تعرفوا مدام على شنو الخلاف اللي عندهم وشين المعضة اللي عندهم المعضة هل الله له عين وحدة عضو ولا عينين ولا بلتة أعين نخطف القرية الوردة ثلاثة أشواء تصنع على عيني سيدنا موسى قال تصنع على عيني عين واحدة فاصبل يا ربك فإنك بأعيننا وفي الحديث ورد أنه عينين بعينين الله في هذا المعنى فلقوا ثلاثة نصوص واحد يقول عين واحد يقول عين واحد يقول عينين واحد يقول أعين فشيوخهم المبتدعة الظلال ما مختلفين تحت ليل ما مفصلوش انت رأي عينين ثنين الغالب يقول عيني ثنين خطرح للإنسان عنده عينين فالله عنده عينين كاو هذا يزيد الأكد وأنه يشبه والله بخلقه شفتوا الفرقة الظالة كيف تعمل وكيف تفسر وكيف تأول كيف تعطيكم الأفكار الفاسدة كيف تسمملكم العقيدة هذا هو هذه فرقة الوهابية اللي سميوراحم سلافية المنتشرين في الأرض والله بداي يعطي فهم ما يستحقونه لكن ميزاله البصير إذن نحن نبصر بآلة الله بصره بدون آلة نحن بصر المحدود نجمش الرأة وراء الحيط هذا خارج ذلك نجمش نعرفش قاعد يصير أبدا وراء الحيط هذين نجمش نعرفش قاعد يصير محدود بصر الله غير محدود شفتوا الفرق الشاسع والبصر أمر معنوي الرأوش حاجة محسوسة اسم البصر لا كنت تتحرك وتبعني وتغزل نعرف أنت مبصر بالأثر وهو أمر معنوي واضح ولا فإذا وصفنا الله بأمر معنوي هذا ليس تنقيس في حق الله والله وصف نفسه بذلك أما يد أو رجل هذه أمور محسوسة لا يوصف بها الله سبحانه وتعالى كأمر حسي أما يوصف بأن يد على معنى القدرة نعم الله يوصف بها يد الله أي قدرة الله هذا كلام سليم نعبره على يد الله أني قدرة لا نقوله في لغتنا رد بالك يد الحاكم طويلة ما معنى؟ كان يد أن تتكلم رأي الحاكم يأتي وصلك حتى للداء حاكم معنى السلطة حكومة يقول له يده طويلة معنى يده من تونس العاصمة الحاكم في تونس الرئيس الدولة والحكومة في تونس العاصمة في قرتاش كلكم تعرفون يوجدون أن يدعون في دولة تونس يقولون يده طويلة الحاكم معنى من تونس يميده على واحد مننا ويشده مثلاً لا معنى أنه عنده نفوذ سلطة قهر في حق الله نفس الشي لما يقول يده الله أي قدرة الله قهره وسلطانه سبحان الله لغتنا نحكي بها كل يوم في حق الله ننسب له صفة الجأسة يقول له يد هذا فساد في التفكير وفساد في اللغة أصلاً العليه الكبير العليه أي صفة العلو هذه أي علوه المرتبة والمكان ما معنى في بلاسة عالية في السماء فوقانية بالكل كما يظن المجسمة المبتدعة شفتوا كل مسلا راهي أهل السنة عنده مكلاب والمبتلع يقولوا كلام بأخر يعني قعد الركز لنا هذا أمر مهم ليس متوقعوش ينضحك عليكم كما يقول المصري من هؤلاء المبتدعة ويضحك عليكم بكلام فارغ العليه ما يقوله هما العليه ما نصيفة العلوه أي فوق الله فوق السماء السابع الجارس على العرش هل هنا في جهة فوق السماء العلي؟ لا العلماء لكل أهل السوني يقولوا العلي أي له مرتبة علوه أي عالي القدر والمرتبة كما نقوله الحاكم أعلم الباقي الوالي أعلم المعتمد المعتمد أعلم العمدة مثلا كي كان العمدة ميزال موجود ما معناها أعلى؟ معناها يسكن في طبق خامس ولوخف الله؟ لا أعلم منه مرتبة هذا كلام نستعمله ونفهمه والعرب يستعمله ونفهمه ففي حق الله لا يحبه يفهمه بطريقة أخرى فالعلي هنا العالي مرتبة ومكانة مش العالي في المكان مش يسكن في طبق خامس ولا في السماء السابع كما يظن المجسمة ينسبون له المكان وهذا كلام فاسد وقولنا الله ليس له مكان ولا يمر عليه زمان ليس كمثل شيء وهو السميع البصير الكبير هنا الكبير مش حجم مش كبير معناها في الحجم الكبير معناها كبير عظمة العظيم في المرتبة وفي العظمة แ古ك ما تقول الله أكبر في الصلاة ما عندك تقول الله في الحجم أكبر من المخلوقات أبداً الله أكبر أي الله أعظم من كل شيء في الصلاة ما عندك حق في أن تفكر أنت في الأصل لا تفكر في المخلوقات في الصلاة يجب أن تفكر خشوة خشوة تفكر في كلام الله سبحانه وتعالى في صفاته هذا هو التفكير يكون في الصلاة حتى يأتي لك الخشوة تفكر في عظمة الله فلما تقول الله أكبر أي أن في كل مخلوقات في الدنيا هذه أثناء الصلاة ونفكر في الخالق ونفكر في ذات الخالق ونفكر في صفاته في عظمة صفاته في آثار صفاته من المخلوقات أنا حتى تفكرت في المخلوقات من حيث أنني معظم الله ونفكر الحانوت متاعي وقتاً نكمل الصلاة ونحل الحانوت وقتاً نجيب الفلوس لا يوجد الراجع ينزل فلوس هذا تفكير الدنياوي أما نفكر في البحر ما أعظمه وعني في الصلاة هذا تفكير في مخلوقات الله هذا يؤدي للخشوة نفكر في الكلام الذي أقول القرآن الحمد لله رب العالمين أن الله رب كل العالمين العوالم لكل السفلية والعلوية هذا يجعلكم تفكر في عظمة الله الرحمن الرحيم تفكر في رحمة الله هذا هو اللي يعطي الخشوة لا تفكر في المخلوقات كمخلوقات لأمور المادية لأمور الدنياوية هذا ينفي الخشوة ولذلك في الصلاة يحرص الإنسان أن يدفع عن نفسه أفكار الدنيا فلوس وخدمتي وقرايتي وولدي مش مشيله وولدي مش نجيب وجنب أثناء الصلاة لا هذا ينفي الخشوة ويجعلك صلاة تكفهك وغالبها السهم وثواب يكون أقل بطبيع ثواب الصلاة على قدر الخشوة فالعقيدة تجعلك يأتيك الخشوع بطريقة أسهل وأسرع في الصلاة لأن عندك ما يصح اعتقاده في حق الله وما لا يصح فدائما تعتمد على ما يصح اعتقاده ويكون في هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى ويكون فيه الخشوع فالكبير هنا الكبير عظمة وليس حجما طيب الآن سنقرأ جملة هذه التي ارتمى عليها المبتدعة الوهابية دعية السلفين وأصبحوا يشرحون الرسالة وفارحين مسلورين لماذا؟ لهذه الجملة سأقرأه الآن قال وأنه فوق عرش المجيد بذاته وأنه فوق عرش المجيد بذاته هذه الجملة وخفوا عنها قالوا هاو يقول فوق العرش ما دي بذاته أي الله فوق العرش معنى ربي موجود فوق العرش فيما كان فوق العرش هذا المجسمة بطبيعة لكنها لسنا قالهم هيهات 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 لما توعدون إذا اعتبرنا هذا الشكل هكذا فوق العرش المجيد بذاته بذاته ترجع على الله سبحانه وتعالى إذا اعتبرنا هذا سنبين هذا الكلام يعني هما اخذوا هذه العبارة باعتبار هذا اللفظ وقولنا فوق العرش المجيدي بذاته معنى وصف العرش بذاته أي الله بذاته فوق العرش هذا اللفظ هنا وهناك من ضبط هذا الكلام وقالنا فوق عرشه المجيد بذاته أي الله مجيد بذاته المجيد من أسم الله سبحانه وتعالى بذاته يتصف بأسم المجيد بطبيعة بالصياغة الثانية لا يوجد إشكال المجيد بذاته القادر بذاته العليم بذاته هذا هذا أمر وعروف لا يوجد إشكال فوق عرش المجيد بذاته يقولواهم المجسمة عندما يفسروا هذا الكلام يقولوا الله معناه فوق العرش أنتم تنفيه أهل السنة تنفيه أن الله فوق العرش في كامكان يقول الله لا سلو مكان هذا هو ماذا يقولون هو أشعري وفعلا أشعري لكن يقولون أنتم ذاهبوا عرش هم يقولون فوق العرش ونقوله حتى يجالس هو مقال الجلس ولا يقول جلس أبداً قال يقول جلس هذا كمعناه مصرح بالتجسيم وصريح بصريح العبارة يحبس في هذه العبارة ويعمل على ثلاث أربع يصصهم المبتدع هذه العبارة تخدمهم نوعاً ما لكن يقولون ما هي هات عندكم أهل السنة رجال فقالوا أهل السنة فوق العرش هنا فوقية مكانة ما نقولون الرئيس فوق الوزير ولم نقولون هات لو زير فوق المعتمد ورقة يقولك فوقنا هو المعتمد يقصد فوق كتاب والمعتمد أو في طابق الفوق ما يقصد؟ أعلى منه مرتبة ما يحكم فيه ما يجب أن يعمل شيء فهنا الفوقية فوقية مكانة ما معنى فوق العرش؟ أي الله أعظم من العرش يمشي بالك أن العرش عظيم معنى يكون فيه مشابه لله لا قال لك ربي فوق العرش أي أعظم من العرش وفعلا الله هو خالق العرش هل يمكن يكون مخلوق أعظم من خالقي؟ أبدا فهمت تقول النقطة كيفية؟ بمختلف الشكل لهذه الجملة الفوق هنا أشقار ربي على كلام فرعون أشقار فرعون وأن فوقهم قاهرون فوقهم مش يركب على بني إسرائيل فرعون مش يطلع بجسم ويركب على متجازة هذا اللي يقول بيه إنسان عاقل هذا اللي يقول بيه مش اللي يشب من نوبة مستشفى الرازي مستشفى الأمارة العقلية معناها فوقهم معناها مسيطرين علىهم فوقية قهر وسلطة وفي القرآن كثير من كلمة فوق توفيد القهر والسلطة مش مكاس المبتدع الجهلةным يفهموا شيء يقوله فوق ما أنا فوق الأهلة هذه الفوق الطاولة المبتدعة الجهلة يقوموا فوق العرش فن сторش على العرش في القرآن فنانه لا فوقه على العرش يقولوا الله جرس على العرشي ولم يقل به احد من اهل السنة قال فيه فقط المبتدعة الجهلة الذي نرف قوله شيء لا آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية هذا باختصارة الكلمة هذه العلماء ألف كتب حتى يردوا على المبتدعة الذين يحرفون هذا النص فلذلك وش قالا بعد وهو في كل مكان بعلمه علم الله في كل مكان نعم هل نقول الله موجود في كل مكان لا يقول الله موجود معنا موجود بذاته هذا كفر يقول ربي موجود في كل بلاسة بذاته كفر هذا ولا يقول الله في مكان هذا فسق في العقيدة ما هي العقيدة السليمة الله ليس له مكان علمه في كل مكان نعم الله يعلم كل شيء أي مكان علم الله موجود فيه ويعلم ما يقع فيه فهمت الفرق ولا الله ليس له مكان علمه في كل مكان مش الله موجود في كل مكان نرده بالك هذا لا يقول به أحد من أهل السنة والمبتدع هؤلاء يتهمون الأهل السنة يقول الله في كل مكان وبطبيعة عندهم الكذب والبهتان كشرب المال وهذا اكترجه كتب العلماء أو الإمام بمزايد قال وهو في كل مكان بيعلمي ما قالش بذاتي بيعلمي يزدي أكد أولا يقوله أنه في كل مكان بذاتي لأنه يمكن تقول في كل مكان بذاتي جعل في الله مكان لأنه كل مكان هو مكان في الأخ أمكنه وتجعل أيضا بيت الخلافي نجاسة يعني يؤدي إلى عمر قبيح جدا وغير هذا هو ما يقوله لكن ليس هذا المشكل إذا تقول في كل مكان نسبته له المكان والله لا ينسب له المكان لماذا؟ لأنه الذي خلق المكان قبل أن يخلق مكان أين كان كان على ما هو كان والزمان خلقه الله في باركم النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر به وعرج به خرج من الزمن في باركم الله رأوا الزمن يمشي كان على المجرم تانا رأى البرم فليس زمن رأى ليس زمن نهار وليل ونكبر ونصغر يتوقف الزمن النبي صلى الله عليه وسلم طلع أو عرج به إلى فوق سبع السماوات وصل مكان لم يصلوا بشر ولا مخلوق حتى سيدنا جبريل أحبس في مكان وقالوا أنه نجمش تقدمه قدش قعد رجاء الفرش متاع ويزال دافي معنى درجين ربع ساعة على أقصى القدير ربع ساعة رأوا قتلكم الكوكب اللي هو اكتشفوه الآن ملايين السنوات الضوئية معنى تقعد مئتين ثلاثمائة عام على مركبة تجري بألف كيلومتر في الساعة يا جمع باش تفهم النبي صلى الله عليه وسلم فات هذو من كل وفات النجوم قد النجوم ميزال مصنوهاش رأي بعيدة برش النجوم الله أعلم بقاش بعيدة الكواكب رمزات أقرب من نجوم والسماء لولا والثاني والثاثة والرابة والخمسة والثاثة والثابة والثابعة ونساعة الفور في قدش في درجين من ثلاثة أبع ساعة خرج من الزمن هذا قطعا هذا بالزمن يرجع لنا بعد خمسة لف عام ولا عشرة لف عائم يمكننا حتى أكثر لكن رجاء قال وفرش وما زال دافئ صلى الله عليه وسلم وهذه أعظم معجزة صارت في الكون تبين عظمة سيد الكون رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه رحلة لا يوجد أعظم منها ولا أعجب منها وليتكلمون بالتطور وطلعنا المريه قولهم بيه ويزيتوا تكاركروا وقولهم نبينا صاعدا فوق سبع السماوات ورينوا أعطيتكم كانكم الرجال أصلوا للنجوم متع السماوات الدنيا الساعة قبل بتحكيبه يتقالوا المتطورين ينتهيكم متخلف لا والله يبتون متخلفين سيدنا محمد وصلوا إلى فوق السماوات السابعة أعطينا متوم مركبة وصلكم للسماء الدنيا وليستطيعوا إن شاء الله ألف عام القدام يتحارقوا يقربوا شوية للشمس يتحارقوا الشمس راهي الحرارة لفاها يقولوا تقرب الشمس يقولوا تقرب كيلومتر تولي عن الحرارة في 80-90 كيلومتر بارك تقرب بعيد علينا هي مليارات كيلومترات كيلومتر واحد نحن هناك يأتينا نهار سخون نقولوا ربي يعفو يصلى الله العافو والعافي فبباله مش يقرب للشمس هو يتسهر كل يذوب قال وهو في كل مكان بعلمي إذن القول السليم في العقيدة الله في كل مكان بعلمي علمه معناه في كل مكان أما لا نقول في كل مكان بذاته هذا كفر لا ومش ابتداءة كفر أن يقول الله في كل مكان بذاته أي في كل مكان موجود ربي بذاته هذا كفر هذا معناها وصف الله بما لا يليق أصلا وجعله يكون يحل في النجاسات وفيه أشياء لا تقبل أصلا لما يقبلها البشر وأن تصب بها الإله قال والمذابل أيضا مذابل في كل مكان داخل في كل مكان لما تقول الله في كل مكان معنا جعلت الله أيضا حاشة لله في المزبلة هذا الكفر صريح إذن علم الله في كل مكان والله ليس له مكان أحفظه بالباقي هذا هذه رأيه اللب العقيدة اللي خالد نحكي فيه رأيه جوهر العقيدة اللي يعتقد هذه الأمور عقيدة سليمة مئة في المئة ويكون على خير كبير ويرى أثر ذلك في حياته كل على علمي اللي يفتح عليه في العلم وأخلاقي ومعاملتي مع الناس والله عنده عقيدة فاسة مش يكون سيئة الخلق معروف والوهابية شوفها شوفوا الخلق سترون مثال لسوء الخلق في هؤلاء والسب والشكل لو أنا مثلا درس هذا يسمعوه المكتلعة ولا واحد يرد علي رد علمي يقول لي هاو فوق كذا واني فسرها هكا وكذا كلهم يسبوا أنت مبتداع أنت ضال أنت قبوري أنت كذا أنت أشعر منحرف أنت تحرف كلام الله هذا شي يجاوبوني رابعا لو نزل هذا الدرس أنا عند الوهابية ما تلقاش حتى واحد يرد علي بكلام علمي حتى كلام مقبول نوعا ما من جهة معين قل لي مثلا فوق هذه قد تفيد المكان وعليش نفيد المكان وهو كذا وهو الدلة تفيد كذا لا لا ما يقول لك شكله خطر ما عندهم مش علمين ما يعمل زنديق أنت كافر أنت محرف لكلام الله أنت محرف لكلام العلماء لا تجاوبوني رابعا نعرف ما تعودت به نحكي نعرف لكن الحمد لله الله حميني منهم وما نسمع وما ندورش باو وما نرى وجوههم ولا حشي بشرة وجوههم وجوه النحس في بالكم نظر في أهل العلم المؤهد الصلاح وأصحاب العقيدة السليمة يزيد في النور ويزيد في الإيمان نظر في وجوه الصالحين حتى من عوام الناس والنظر في وجوه المبتدعي ينقص من نور الإيمان تعرفوا لا النظر في تارك الصلاة ينقص من نور الإيمان إذاك إنسان ما يحفظ في استعام مع الناس مؤمنة يزيدوك برشة بركات وبرشة معناها تحمص الطاعة والقيام بدين الله سبحانه وتعالى قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب لي من حبل الوريد أقرب لي من حبل الوريد تعرفوا حبل الوريد هو هذا يتقص عند الزبح الحيوانات حيوان عنده وريد أي من وريد أيسر العلوش لذبحه يجب أن نقصه وريدين بشي الصحة الأضحية ومع قصبة الهواء ثلاثة حواش ثلاثة قانوات يجب أن نقص عند العلوش بشي تسمى أضحية بشي تسمى يتاكن بشي أضحية أضحية ثلاثة عروق وعنده قصبة الماكلة تقصها مستحسن تقصها تعمل أربعة هذا كالأكمل وأفضل قصيد ثلاثة بارك على الأربعة يصح قصيد زوز على ثلاثة مات جيفة العلوش يطايش في الزبلة ما يتاكلش جيفة كانوا مات وحده قصيد عرق بارك مات جيفة العلوش هذا يذبح يجب أن نقص يذبح يجب أن يتعلم أنه يجب أن يقص الزاثة عروق وقصبة لهواء فهنا ربي قال أقرب ولي من حبل الوريد نحن عنا وريد للإنسان حيوانات كلها عندها عرق عليمين على القليصة لو يهز الدم للقلب يرد الدم للقلب القلب للمخ ومن مخ للقلب واحد يطلع واحد يطلع الدم النظيف يطلع الفوق الدم المسخ يا رجل تعرفوا قلتها الدورة دموية كل مظريته ابتدايا على قلب لما قراش رو يسمع بها الدورة دموية فما دم نظيف دم مسخ معروفة فربي قال أقرب من حبل الوريد معنى ربي حاشة لله معنى لاست في رقبتي أقرب من حبل الوريد شيء معنى حبل الوريد في جسمي يعني ربي يدخل فيها فهذا يقول بي الا كافر هذي سمع حلول فشفته هنا أقرب مش مسافة أي أقرب الله إليك رحمته قريبة منك رضوانه قريب منك أقرب من العرق اللي اللي كنت معنى رحمة ربي كتب أنت موطيع لله تكون أقرب من العرق اللي أقرب هل هو في جسمك أصلا تابعك شفتوا كيفية نتفصلوا معاني وكي واحد يقول لي أقرب مسافة شي معناها معنى ربي شوص الأجساء كل إنسان عنده إله في وسط هذا يقول به إنسان عاقل هذا كلمة كفر صريحة هذا يعتقدوا البوذية مثلا يعتقدوا الله يحل في الأجساء يعبدوا في الفار يقول لك الفار حل في جسم يعبدوا مرأ يقول لك هذه حل فائلة في الهند كانت تنشي والغادي المخاكم لا تحبس تقاه هذا يعبد في جرانة وهذا يعبد في قرد وهذا يعبد في بقرة علش يعتقدوا حلول إله في الأجساء فكن قولنا أقرب إلينا حبل وريد الله فيها شو فارق نفسها عقيدة متاع البوذي عقيدة الكفر صريحة لا يشك في كفر من يقول بهذا ولا يعتقد هذا فلذلك العلماء كلهم اتفقوا على أنه أقرب هنا أي قرب مرتبة قرب محبة قرب رضوان قرب رحمة ويعلم ما في نفسك معناه قربة يعلم معناه كأنه إنسان فيه كنت يعلم علش مش على الجه يعلم كل ما تقول به وكل ما تفكر فيه والله يعلم ذلك أقرب إلينا حبل وريد الله يعلم الدقيقة والكبيرة يعلم السر وأخفى تعرفش معنى وأخفى يعلم السر سورة طهاء يعلم السر وأخفى السر كتتكلم بشوي وأخفى حاجة تفكر فيه الله يعلموها في بيالكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما يفكر به الناس ولا يجي واحد قدامه يقوله قاعد تفكر فيه كذا وكذا هذا لا يستطيع ولا واحد لا الجن ولا إنس الآن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعه أحد يستطيع أن يقول لك في الفترة الفات قلت كذا قتل الجن ينقل الأخباء في الماضي يجب أن يقول لك وقت انتي وعمرك خمسة سنين صار لك أوه تقول لك سغرب كيفاش هذا ليس علم غيب هذا حدث في الماضي والجن يعلمونه كل ما وقع في الماضي لكن أعطيني شيء في المستقبل وريني أعطيتك يجي قل لي مثلاً أسيدي مثلاً نأخذه الزلزال المقبل أين سيقع في أي مكان الزلزال الذي سيقع في كوكب الأرض المقبل أعطيني بالضبط فنة دولة فنة مدينة وقد يشبه ومتاع ولا واحد يعطيك ويجميع يعطيك لا جن ولا إمس فبالتالي يتبعوا في العرافات التجازات يتبعوا في ناس كذبة ناس معناها مشعوذين دجالة ومن يصدقهم ومن يذهب إليهم ولا يصدقهم يمشي ويعرفهم ما يخلوه يمشي لهم بارك لا تقبل وصلاة أربعين يوم في باركم ولا كتحلم أنت بتفرج حفظك اليوم تقرأ فيه بالجريدة عندك أربعين يوم سنتك غير مقبولة في باركم الله تتفرج وبرلت إليه عليك لا تقعد تصدق تتفرج وبرج فهم أي حفظك اليوم أنت ستأتيك خبر مفرح يوم أنت من برج كذا ستأتيك كذا في بالك تعمل هذا الفعل وانت تعرف أنهم يكذبوا عندك صلاة أربعين يوم غير مقبولة يقولوا الدعاء يقولوا العلماء الدعاء غير مقبولة أربعين يوم ولا يصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حتى نقعد نلعب أقعد وألعبوا مع الأمور هذه كل ما هي تعرفة كهانة لا يجوز لا قراءتها ولا استماع لها ولا الذهاب إليهم أصلاً ولا بنية حب للطلاع هذا الحكم الشرعي الذي يمشي قال منه أنني أعرفه مني ظلال واني واثق من روحي ولمشي بكرة بيشتك تشفك لما تمشي تسمع منه عندك أربعين يوم سنتك غير مقبولة الحديث واضح من أتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرفاً أو كاهلاً فصدقه في رواية الأولى ولم يصدقه لا تقبله صلاة أربعين يوماً والحديث الآخر وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد لأنك أنت صدقت إنسان يقول أعلم الغيب وربي قال قل لا يعلم من في السماوات الأرض والأرض الغيبة إلا الله فأنت خالفت القرآن وامن صريح قال لك أعلم الغيب الا الله وأنت جئتِ قلت العرافة التقجاس إلا هوا فاسدا يعلم بعض أمور الغيب من الذي يعلم الغيب إلا من ارتضى من الرسول الله وبعض رسوله الله اطلعهم على جذب من الغيب تقرأوا القرآن بسبحان الله سورة الجن скаж barn عالم الغيبي فلا يظن على غيبي أحدا إلا من ارتضى من رسول فلا يطلع الحسول قد يطلبهم neuros Layhar intrigنت والنبي صلى الله عليه وسلم قال كثير من الأمور غيبية الروم والفرص للحرب المتاحه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السنوات تنصر الروم تنصرت الروم فرص قال سينزعموا لكم كسرة الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل السنوات كل تحقق هذا علم غيب لكن غيب محدود الغيب المطلق عند الله غيب محدود لا يطنيعه على خلقي أنبياء وحتى غير أنبياء لكن الغالب هو عند الأنبياء قال وما تسقط من ورقة اللي يعلمها علم الله كامل مطلق وإياك أن تقول علم الله يزداد تقول يزداد ما معناه كان نقص ما معناه كان جهل وانا سبت الله سبت الجهل فعلم الله كامل لا يزيد ولا ينقص ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب المبيل هذه آية من القرآن معناه مختبسة من آية على العرش استواء ما معناه هنا يقول واستواء تحت من العدد 8 14 معناه في كلمة استواء المجسمة المبتدعة الوهابية أدعية السلفية يقول وجلسة استواء عندها 14 معنى في اللغة العربية تحل القموس 14 معنى 14 معنى معنى منهم جلوس معنى آخر استولى قهر معنى العرش فسألوا بعض العلم بذلك العرش استواء أي استولاء أي معنى العرش تحت صيثرة الله سبحانه وتحت قدرة الله تحت قهره هذا كلام سليم وهناك من قالوا فعل في العرش فعلا سماه الاستواء الله فعل فعلا في العرش سماه الاستواء لا نعلمه بالضبط ما هو معناه لكن فعل في العرش اسمه الاستواء فهو فعل وليس معنى الله جلس على العرش فهناك نقرأه الله حمانه العرش استواء ليس شبال كده تفكر أنه لا جلس كما نجلس على الكرسي هذه عقيدة فازدة بأتي فاقرة ويقول بها المبتدعة بطبيعة تصمع الوهابية هاركام ويطنطنوا الله جلس على العرش الله جلس الله وقدمه على الكرسي وكلام الفارغ الفازدة عقيدة فازدة والذي عنده عقيدة فازدة لن يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في الآخر فاحذروا من هذه الفرقة فضالة على العرش السوا بينا وقلنا معاني من السوا نأخذ المعنى ذي لي قبل الله سبحانه وتعالى تبني بشي تختار معاني تختار معاني ليمشي مع الأجسام أو المعنى الذي يتماشى مع صفات الله كتقول العرش السوا يستوري يقول لك لا يتحريف هذا كيف تقول السوا استولى شي معنى معنى كان بعيد عليه العرش وبعد استولى عليه معنى استولى معنى هرب منه وشده لا استولى أي قهر والله قهر كل شيء أي العرش تحت قهر الله لأن ما تظنش أنه مخلوق عظيم عن خارج عن السيطرة لا تحت قهر الله يعني مخلوق كيف المخلوقات الكل كيمة ذرة كيمة العرش كلها تحت سيطرة الله سبحانه وتعالى فكلام سليم فهما لا يحبوا يقول لك أن الله جالس عندهم هما لأن الله لابد أن يكون جسم لابد أن يتصوره ربي لابد أن يأتي في صورته في ذهنه لأنه فاسد العقيدة وفاسد التفكير وهو ما قال في الأول لا يصفوا كونها واصفون كونها صفاتي الواصفون لا يصل كونها صفاتي الواصفون ولا يعلم الله إلا الله وهذا قول كل العلماء يأتي ويحب أن يصفوا بصورة وفعية والكيفية وعلى الملك احتوى ويقول استوى أيضا علام التدبير لأن في كل آية عرش السوا تلقى بعد يدبر الأمر ألا هو الأمر الخلق والأمر تبارك الله وحسن الخالقين فالعلماء وجدوا في كل آية فيها على عرش السوا بعدها كلمة تدبير أو كلمة أمر أو الخلق فيقول العرش الله جعله ليكون منطلق توزيع الأرض الأشياء التي قدرنا في هذا الكون فيقول عرش استوى أي دبر أمور المخلوقات وهذه الأمور معناها دبرت الله خلقها في العرش أو تمتلق من العرش وكل شيء يذهب إلى صاحبه تفسير آخر على كلمة استوى استوى معنى تدبير أي دبر الأشياء التي تعيش بها المخلوقات وعلى الملك يحتوى الملك اللهم مالك كل شيء فلو الملك المطلق ولو الأسماء الحسنة والصفات العلا ولو الأسماء الحسنة والصفات العلا وعننا هي ماذا فرق من الأسماء والصفات؟ هي الأسماء تندرج تحت الصفات مثلا القدير الله قادر تدخل فيها القاهر تدخل فيها القوي تدخل فيها المهيمة فإذا الأسماء هي تندرج تحت الصفات هناك من يقول الأسماء هي أسماء لصفات اختلابين العلماء لكننا لا يعنينا لله أسماء حسنة ذكر العلماء لابد أن نعتقد موجودها ونذكر الله بها وندعوه بها استجابة لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها والصفات العلا الصفات ذكرنا منها غالب الصفات وعددها الصفات هو ذكر منها بعض ما نستذكره بعد ذلك الصفات الله سبحانه وتعالى صفة الوجود بطيئة أول الصفة الله موجود ثم صفة القدم الله لا أول لهم صفة البقاء الله لا آخر لهم صفة المخالفة للحوادث الله لا يشبه المخلوقات نحكينا فا بالتفصيل ليس له مكان ليس له زمال لا يتحرك إلى آخرين القيام بالنفس الله غاني عن العالمين لا يحتاج لأحد من خلقي الوحدانية أشرف الصفات الله واحد لا شريك له فهذه التي ذكرناها هنا نزيد علىها سبع صفات أخرى الحياة الله حي العلم الإرادة القدرة السماء البصر والكلام هذه سبع صفات معنوية سبع صفات معنوية كما يطلق عليها العلماء لين تفيد معاني قائمة بالله سبحانه وتعالى فهو ذكر غالب هذه الصفات هنا سنواصل إن شاء الله الحصة القادمة في صفات أخرى وخاصاً صفة الكلام يعني هذه الصفة سير عليها كثير من الإشكاء وكثير من فرق مبتدعة ظلوا بسبب صفة الكلام سنتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إلا لا أنت نستغفرك ونتبه إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون سبحان رب العزة عما يصفون